اهلا بكم كتير من منشأة المحتوى على اليوتيوب بيبقى عندهم محتوى قوي جدا لكن ما بيحصلوش على مشاهدات او بمعنى صح قنواتهم بتبقى صغيرة وبعيدا عن القاعدة اللي بتقول ان اجمد محتوى بيتقدم من القنوات اللي مش مشهورة فالنهاردة انا جاي اقول لك السر اللي بيخبيه عنك اصحاب القنوات الكبيرة علشان انت ما تزهرش في اليوتيوب اهلا بكم معكم عاصم امام وانت هنا في قناة ايه ماركتنج لوفرز وحشتوني جدا لو انت مهتم بالتسوير الالكتروني او كورسات مجانية في كل فروع التسوير الالكتروني يبقى القناة دي ليك لو انت اول مرة تشوف القناة اشترك في القناة على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وهيا بنا نشوف اهلا بكم مرة تانية طبعا كلنا عارفين ان عشان تظهر على اليوتيوب لازم يكون عندك شوية شروط بتقدر تعملها وتتبعها علشان فيديوهاتك تحصل على المشاهدات المطلوبة وتكون قناتك كبيرة بعيدا عن انك بتنقي محتوى كويس لان معظم الناس اللي بيعملوا محتوى كويس للأسف قنواتهم صغيرة لكن النهاردة انا جاي اقولك على شوية اسرار ومنهم اتنين هم فعليا اللي بيتحكموا في ظهورك على اليوتيوب وما حدش هيقولهو لك خالص اول حاجة بعد ما بتكون بتعمل المحتوى القايم الكويس وبتبتدي تنقي البيانت اللي انت هتشتغل عليها في الفيديو لازم بتروح تعمل اسي او لقناتك لكن كل الناس بتعمل اسي او فعلشان تنقي الكي ووردز ناس كتير برضو بتنقي الكي ووردز المطلوبة علشان تقدر تظهر على المحتوى ده للتارجت اوديونس دول او للمشاهدين المهتمين بالمجال ده لكن في حاجتين اتنين هم بس اللي بيتحكموا في ظهورك على اليوتيوب اول حاجة فيهم وهي العنوان انت العنوان لازم يكون عنوان قوي جدا وهوريك ازاي وعملي ازاي تنقي عنوان كويس للفيديو بتاعك علشان تقدر تحصل على مشاهدات لان احنا هنا بنلعب على نفسية المشاهد زي ما انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو ده لانك حاسس ان مشاهداتك قليلة بعد كده بنيجي للصامنيل او الصورة المصغرة لازم تعرف ان في شروط اساسية للصورة المصغرة وهي ان الواحد بعد ما بيكتب على اليوتيوب بيعمل ريسيرش على الحاجة اللي بيدور عليها اول حاجة بتقع عينيه عليها هو الصورة المصغرة فالنهار ده هوريك لازم يكون عندك دراية بالالوان لان الالوان هي العامل الاساسي والرئيسي اللي هيخلي الزائر يبص على الفيديو بتاعك خليني اوريك انا بجيب العنوان ازاي زي ما قولتلك قبل كده ان انا بستعمل تيوب بادي وبستعمل في اي كيو لكن النهار ده هوريك تيوب بادي ازاي منها بتختار عنوان جيد النهار ده انا كاتب عنوان الفيديو زي ما انت شايف فهروح هنا لتيوب بادي وهفتح عنده الكيوورد اكسبلور وبعدين بكتب في الخطة المجانية عادي بكتب العنوان اللي انا حطه على الفيديو والعنوان اسمه لهذا السبب لا احد يشاهد فيديوهاتك وهعمل اكسبلور وهشوف مدى قوة العنوان ده لقناتي ومطبئته لقناتي زي ما انت شايف هو جايب هنا الاكسلنت الفول مارك يعني جايب اخر حاجة فمعنى كده انه عنوان قوي جدا وهيحصل على مشاهدات قوية جدا سيرشو فوليوم عالي جدا يعني تقدر تنافس فيها وحجم المنافسة انا شايفه قوي جدا طب ليه هنا انا كتبت لهذا السبب لا احد يشاهد فيديوهاتك لازم تعرف ان العنوين بتخاطب نفسية المشاهد فيه عنوين جزابة جدا وفيه عنوين اصلا ممكن تموت الفيديو بتاعك فلازم يكون العنوان بتاعك كاتشي وفي نفس الوقت غامض وفي نفس الوقت انت بتوعد المشاهد فيه انك لو عملت الحاجة دي هتقدر تحصل على المشاهدات المطلوبة او النتيجة اللي انت نفسك تعملها فكتابة العنوان رئيسية جدا اسأل نفسك قبل ما تخش الفيديو السمبنيل اصرت عليك بنسبة قد ايه اللي هي الصورة المصغرة بتاعت الفيديو ده اصرت عليك بنسبة قد ايه من الالوان ومن الفونت ومن الالوان اللي بتخليك تجذب عينك غصبا عنك مهما كان قدامك عدد من الفيديوهات ومع العنوان الغامض ده اللي هو لهذا السبب لا احد يشاهد فيديوهاتك انا بكبرك تخش تشوف ايه هو السبب ده انا مقولت لكش السبب فانت هتخش تشوف السبب فهنا حاجتين هم بس اللي الناس اصحاب القنوات الكبيرة بيخبوها عليك فعليا وهي انه بيكتب عنوان غامض عنوان كاتشي وهكلمك على انواع العنوين في حلقات كتيرة قوي لانها انواع كتيرة جدا يعني ممكن تبتدي العنوان بارقام ممكن تبتدي العنوان بسؤال ممكن تبتدي العنوان بحاجة بحسية الناس بتدور عليها ففيه انواع كثيرة جدا من العنوين محتاجة انك تكون على اطلاع بيها وعلى اقل بتتفرج على فيديوهات المنافسين بتوعك علشان تقدر تكتب عنوان قوي بالنسبة لالوان السمنيل او الصورة المصغرة فيجب ان يكون اللون مش فقير يعني اللون يكون من الالوان الفقعة اللي بتخليه المشاهد يغزبا عنه عينه تروح على اللون بس فيه شرط هنا ان اللون لما يكون قوي ويجذاب جدا لازم يكون درجات الالوان متنصقة مع شكل السمنيل يعني ماينفعش تحطلي زحمة كتيرة في السمنيل بانوان فقعة قوي محدش هيخش لان لازم يكون فيه نسبة وتناسب فانا هنا بحتاج الوان تكون جذابة جدا وده اللي انا بشتغل عليه في الصورة المصغرة عندي في القناة الوان تكون جذابة جدا وفي نفس الوقت تكون الالوان دي متنصقة فبنصحك انك دايما تشوف على كنفا وانت بتشتغل على العنوين آسف على الصورة المصغرة انك تنقي صورة مصغرة مناسبة زي ما انت شايف هنا انا كتبتلك السر الذي لن يغبرك به اصحاب القنوات الكبيرة عملتها لك بلون اصفر لان اللون الاصفر ده جذاب جدا للعين ومستفز جدا العين بس بشرط لازم يكون تحت اللون يبين اللون الاصفر فهنا هيكون اللون الاسود وفي نفس الوقت الرياكت بتاعي انا لازم يكون رياكت مش واحد طالع بيبتسم وهيقول لك سر لا هو متدايق علشان ما بيجلوش مشاهدات كتيرة فخلي بالك من الصور هنا لازم تكون متنصقة والسر الذي فالكلمة دي لازم تكون ببونت عريض او فونت عريض وتحتها باجراوند تبين السر الذي او الكلمة نفسها فالاتنين دول حاول تطبقهم من النهاردة على قناتك وشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي فعليا لان انت ممكن تكون بتكتب او بتعمل محتوى قوي جدا لكن بتصور وحش لكن بتمنتج وحش لكن ما بتعملش خطوات الاسي او لكن ما بتنقش عنوان كويس لكن ما بتعملش صورة مصغرة مناسبة فخلي بالك هما ست او سبع حاجات لازم تعملهم زي ما قال الكتاب حاول تتعب شوية في الفيديو بتاعك انا عشان اطلع لك فيديو تقريبا بعض يومين اعمله وده مدة قليلة في ناس بتعمل الفيديو بتاعها في اسبوع وخلي بالك كل ما تعبت على الفيديو بتاعك مش لازم الكام لكن حاول تختار معات كويس تنزل فيه على اليوتيوب وفي نفس الوقت تكون عامل الفيديو بتاعك قوي جدا ويعمله ريسيرش قوي جدا ومهتم بكل تفصيلة فيه صغيرة مهما كانت صغيرة حاول تاخد وقتك وانت بتعمل الفيديو الاخر حاجة عشان تقدر تكمل على اليوتيوب هو الاستمرارية انا فرقت معايا موضوع الاستمرارية في شهر حصلت على 9000 مشاهد اسف 9000 مشترك زيادة عن القناة عندي في شهر واحد وارباحي زادت بنسبة عايز اقولك مش 100% 300% بسبب ان انا ابتديت استمر على اليوتيوب بمواعيد محددة وبقيت اكسف من فيديوهاتي طبعا ما ينفعش تعمل كل ده بدون محتوى ضعيف اتمنى ان الفيديو يكون وصل لك اتمنى ان معلومة تكون وصلت لك صح شكرا ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة